ينضم معنا في الساوديو العقيد روكون حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسع سيادة العقيد حاتم الفلاحي مرحبا بكم سيادة العقيد روكون مرحبا نحن الله سهلا في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة في العراق أنها لن تجعل الأرض العراقية ولن تسمح بجعل أرض العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار نرى التقارير الغربية تتوالى بأن الهجوم الأخير ضد المشآت السعودية انطلق من العراق قرار الحرب بيد من من وجهة نظرك نعم أكيد مسألة قرار الحرب هو بيد القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها القائد العامة للقوات المسلحة ولكن أنا أعتقد بأن العراق يمر في مرحلة صعبة جدا هناك تغول كبير جدا لميليشيات الحجد الشعبي الولائية التي تسبع الولاء إلى إيران وبالتالي هذه الميليشيات تعتبر نفسها سلطة فوق سلطة الدولة وتتخذ من الإجراءات ما يتلاءم مع مصلحة المقاومة والدليل على هذا بأن هناك ميليشيات عابرة للحدود تقاتل في سوريا منذ عام 2011 وعلى رأسها كثير من القيادات التي تجلس مع الحكومة العراقية الآن وتتفق اليوم أصدر رئيس الوزراء أمر ديواني برقم 328 بتشكيل إعادة تشكيل القيادة المشتركة وربط في هذه القيادة المشتركة ما يقارب 11 جهة من الجهات الأمنية العاملة بما فيها وزارة الدفاع والداخلية والبيشمرقة والحجد الشعبي وجهاز المخابرات والأمن الوطني وما إلى ذلك هذه القيادة تتبنى مسألة إدارة الأمور الأمنية والاستخباراتية بما فيها إدارة العمليات المشتركة والدفاع عن العراق داخليا وخارجيا نحن أمام إشكالية كبيرة جدا في منظومة القيادة والسيطرة وبالتالي أنا أعتقد بأن مسألة إعلان الحرب قد يكون بيد إيران أكثر ما بيد قاد العام القوات المسلحة في العراق لكن المثير للإستغراب هنا الموقف الأمريكي ليس بجازم أن هذه الطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي العراقية يعني ألم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على كامل أجواء العراق هل هذا يعني أن أمريكا تعاني نقصا في المعلومات بشأن هذا الهجوم؟ لا أكيد الولايات المتحدة الأمريكية لا تعاني نقص في المعلومات ولكن هناك بعض المسائل التي يجب أخذها بنظر الاعتبار المسافة التي ما بين صنعاء التي يسيطر عليه الحوثي وما بين المكان التي حصلت فيه الانفجارات اليوم في شركة عراق في السعودية ما يقارب أكثر من 1200 كيلو هذه المسافة طويلة جدا لا تستطيع الطائرات المسيرة التي يمتلكها الحوثي من قطع هذه المسافة والقيام بمثل هذه الأعمال المسألة الثانية المسافة القريبة من العراق ما يقارب 511 كيلو متر فقط وهو هناك بعض المناطق أقل من هذه المسافة إلا إذا كانت هناك صواريخ كروز قد انطلقت مني اليمن قد تكون الفرضية صحيحة بأن الحوثي هو من قام بهذه الأعمال ولكن جميع الفرضيات تقول بأن هناك عشرة طائرات مسيرة هي من قامت بهذا الفعل واستطاعت أن تضرب أكبر معملين في هذه الشركة مما أدى إلى توقف أكثر من 50% من صادرات النفط السعودية إلى العالم وبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا الولايات المتحدة الأمريكية حتى عندما تم إسقاط الطائرة المسيرة في مضيق هرمز لم ترد على إيران وبالتالي جميع الهجمات التي حصلت بما فيها التي كانت تهديد للقوات الأمريكية على السفارة الأمريكية على القوصلية الأمريكية في البصرة هي لم ترد فلذلك حتى مسألة الآن التهديدات بأنها ستقوم بالدفاع عن السعودية أنا أعتقد بأن هذا الاستهلاك الإعلامي إذن لماذا في كل مرة الإدارة الأمريكية تهدد بأنها لن تسمح لإيران وميليشياتها بأن تهدد مصالحها في المنطقة في حين مع ذلك تكرر إيران دائما هذه التهديدات نريد أن نعرف ما حقيقة الموقف الأمريكي من إيران خلال هذه الفترة لماذا كل تهديدات من الإدارة الأمريكية تتبعها يعني تلاشي لهذه التهديدات وعدم تنفيذ نعم دعني أقول بداية إيران تسيطر على ماذا إيران تسيطر تقريبا على الممر البحري الذي يمتد من الخليج العربي إلى مضيق هرمز إلى خليج عدن وصولا إلى قناة السويس هذه المنطقة جميعها تنتشر فيها الأدوات أو المخالب الإيرانية في المنطقة إضافة إلى ذلك هناك تواجد عسكري كبير جدا لإيران في العراق في سوريا في لبنان في اليمن حتى في السعودية في البحرين أيضا في الكويت أيضا هناك تواجد كبير جدا القوات الأمريكية الموجودة تنتشر بشكل كبير جدا هناك مصالح كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية تنتشر في المنطقة وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض حرب على جبهة واسعة وطويلة جدا تمتد من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى الكويت إلى البحرين إلى صنعاء باتجاه البحر الأحمر وباتجاه مضيق هرمز والخليج العربي هذه مساحة كبيرة جدا القوات الأمريكية تنتشر في هذه المنطقة لكن انتشارها قليل جدا وبالتالي قد تكون مؤذية للقوات الأمريكية بشكل كبير جدا لذلك تحاول أن تتجنب الاشتباك العسكري منذ البداية قالوا نحن لا نريد تغيير النظام في إيران ولكن نريد تغيير سلوك النظام في إيران هذا يدل على أن أمريكا عاجزة عن مواجهة إيران لذلك يتتراجع عن تهديداتها كون إيران تسيطر على مساحة جغرافية كبيرة أمريكا لا تريد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع إيران لأسباب كثيرة واحدة منها بأن هذه المواجهة ستكون على حساب الصعود الصيني والصعود الروسي في المنطقة أضف إلى هذا بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في أفغانستان ودخلت في العراق وتكبدت خسائر كبيرة جدا وبالتالي أي مواجهة شاملة في هذه المنطقة قد تكون فيها خسارة كبيرة جدا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة الحساسة التي هي منطقة الطاقة للعالم لذلك تحاول أن تتجنب المواجهة العسكرية وتضغط اقتصاديا على إيران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات لنفترض مثلا أن التحقيق الأمريكي السعودي أثبت أن هذه الطائرات التي هاجمت البقيق وهجرة خريص أنها انطلقت من الأراضي العراقية كيف ستكون ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الأمر؟ بداية دعنا نقول ما هي ردة فعل الحكومة العراقية أنا أعتقد أنه لا ردة فعل الحكومة العراقية لأنها غير قادرة على ضبط إيقاع هذه الميليشيات والجميع يعرف هذا بأنها الميليشيات هي من تسيطر سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا على الملف العراقي وبالتالي رد الحكومة العراقية حتى لو أثبتت التحقيقات وجميع التقارير بأنه انطلقت من الأراضي العراقية فلن يستطيع أن يفعلوا شيء لهذه الميليشيات لأنها هي من تمسك زمام الأمور بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تعرف جيدا بأنه حتى الضربات التي وجهت إلى بعض المفاصل الموجودة داخل العراق فيما يخص القنصرية وفيما يخص السفارة الأمريكية وفي بعض القواعد الأمريكية في بلد وفي قاعدة عين الأسد في فترة ماضية جميعها تعرف بأنها انطلقت من قبل الميليشيات ولكنها أيضا لم تكن هناك أي ردة فعل بل كانت هناك ضربات إسرائيلية هي حرب نيابة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هناك حرب بالنيابة هناك تهديد زعيم ميليشي حزب الله اللبنانية بإشعال المنطقة فيما لو هدت إيران إلى إيما لا ترى أن ما تعرضت له المشآت النفطية في هذا الهجوم الكبير على السعودية هو ربما بداية لتنفيذ هذه التهديدات من قبل زعيم ميليشي حزب الله اللبناني نعم لبداية نذهب إلى حزب الله اللبناني تأتي إلى قيادات الميليشيات العراقية هناك تصريحات لكتاب سيد الشهداء وهناك كتاب حزب الله العراق جميع هذه الميليشيات هددت بأنه إذا ما كانت هناك أي مواجهة مقبلة أو كانت هناك ضربات مستمرة سيكون ضربات بالنسبة للقواعد الأمريكية واليوم هناك تصريح لقاد الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه جميع القطاعات والحاملات الطائرات الموجودة في منطقة الخليج هي في مربع صواريخ الإيرانية وبالتالي هناك تهديدات حقيقية بالنسبة للمصالح الأمريكية وللقواعد العسكرية الأمريكية سواء كانت في العراق أو كانت في المنطقة من قبل إيران وأتباحها لذلك أنا أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتجنب هذه المواجهة ما استطاعت إليها سبيلا ولكن إذا فرضت عليها هذه المواجهة فأنا أعتقد بأنها ستخوضها إلى النهاية إذا فرضت عليها هذه المواجهة سؤال مهم هنا الحلبة أين ستكون؟ أكيد العراق سيكون ساحة صراع مشتعلة بشكل كبير جدا نتيجة وجود الميليشيات الولائية التابعة لإيران وبالتالي إيران لديها استراتيجية بأن تخوض المواجهة عن بعد يعني يمكن لها أن تكون خط الدفاع الأول في حلب مثل ما قالوا ثم بعد ذلك قالوا في بغداد إذن هي تريد أن تخوض هذه المواجهة ولكن على أراضي غير الأراضي الإيرانية لذلك هي تحاول الآن أن تشعل المواجهة في العراق تحاول أن تشعل هذه المواجهة في لبنان وفي مناطق أو في سوريا وفي مناطق أخرى لكن لا تريد لهذه المواجهة أن تكون على الأراضي الإيرانية لأنه الداخل الإيراني هو ناقم بشكل كبير جدا وقد تكون ردة الفعل قد تؤدي إلى أشكالات كبيرة جدا بحيث لا يمكن للحكومة الإيرانية أن تسيطر عليها في الفترة المقبلة طيب هناك ضربات متكررة يعني وجهت من قبل الكيان الصهيوني إلى مواقع ومراكز الميليشيات في العراق لماذا إذن تستبر هذه الهجمات من قبل الميليشيات على الدول المجاورة في حين تغض الطرف على من قام بقصفها من قبل وهو الكيان الصهيوني وهم يحملون يعني شعارات ضد الكيان الصهيوني نعم بداية دعني أقول هذه الضربات التي وجهت اليوم للسعودية فيها رسائل متعددة منها رسائل إلى العربية السعودية بأنه يجب أن تترك الملف اليمني وأن تترك هذا الملف لأنها تدخلت فيه وسببت إشكالات كبيرة جدا بالنسبة للمشروع الإيراني في المنطقة أضف إلى هذا هو رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأننا قادرون على أن نضرب كثير من المناطق التي تؤدي إلى إشكالات كبيرة جدا فيما يخص إمدادات الطاقة وبالتالي عندما صرح روحاني في كانون الأول عام 2018 بأنه إذا إيران أوقفت تصديرها لنفط فلن يصدر أحد في المنطقة نفطه إلى العالم وبالتالي هي تقوم على الضغوط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لإجبارها بأنه العالم أصبح الآن يحتاج إلى الطاقة وقد تطلب مسألة إعادة المعملين التي تم قصفهم في الصباح إلى ستة أشهر أو أكثر وبالتالي سيسبب إشكالات كبيرة جدا في إمدادات الطاقة لذلك هي تحاول أن تضغط بأنه يصبح للنفط الإيراني بأن يصدر عبر الخليج العربي لتسديد أو نستطيع أن نقول للتعويض عن ما حصل من نقص بالنسبة للمملكة العربية السعودية إذا تكررت هذه الهجمات مرة أخرى هل ستفعل معاهدة الدفاع العربي المشترك بين الدول العربية؟ المشكلة بأنه معاهدة الدفاع العربي المشترك فيها إشكالات كبيرة جدا يعني مثلا دول الخليج العمل جلس التعاون الخليجي فيه إشكالات كبيرة جدا ما بين قطر ما بين العربية السعودية وهذا إشكال كبير جدا في هذه المسألة المسألة الأخرى بأنه العراق الآن يعتبر صاحة الصراع سوريا تعتبر صاحة الصراع لبنان صاحة الصراع حقيقة ليبيا ساحة صراع اليمن ساحة مشتعلة وبالتالي مسألة الدفاع المشترك أنا أعتقد أنها لا يمكن أن تطبق في هذه الفترة لأنه الكثير من الدول العربية تعاني من إشكالات كبيرة جدا فلذلك لا يمكن تفعيل مثل هذه المعاهدة في هذه الفترة ولكن أنا أعتقد بأنه ما وصلت إليه إيران هو نتيجة أن لديها مشروع في المنطقة أما الآخرين فهم يفقدون أو يفتقدون إلى أن يكون لهم مشروع في المنطقة هناك استراتيجية واضحة لإيران تتعامل فيها في المنطقة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة يفتقدون إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع إيران في المنطقة في أقل من دقيقة هل تتوقع أن تكون هناك استهداف أو ضربات مشابهة من هذا النوع في ضوء غض الطرف الأمريكي أو في ضوء التهديدات الأمريكية التي لا تنفذ ضد إيران أكيد عندما يكون هناك رادع لهذه الضربات ستعطي المقابل الإمكانية على أن يقوم بشيء أكبر مما فقى ما به الآن أنا أعتقد بأنه ضرب الأهداف الاقتصادية في السعودية هي ضربة كبيرة جدا للاقتصاد العالمي وبالتالي سيسبب إشكالات كبيرة جدا بدأت الآن ترتفع أسعار النفط وسنرى نحن غدا البورصة سترتفع بشكل كبير جدا وسيعاني العالم من إشكالات في أزمة الطاقة أنا متأكد من هذا وسيتجمر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ من الخزين استراتيجي للتعويض عن النقص الذي سيحصل في المنطقة نتيجة العربدة الإيرانية في المنطقة وعدم موجود رادع لها بشكل كبير جدا ما أدى إلى تماديها بهذا الشكل الكبير الباحث في وحدة الدراسات السياسية والستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي شكرا جزيلا لك نضمامك إلينا شكرا لك سيئة لأكم